الأيام دي بنحتفل بالذكرى الـ 65 على تأسيس العلاقات الثنائية ما بين مصر والصين ورغم أن الأعوام يمكن تكون في عمر البشرية قصيرة لكن بنكتسب أهمية خاصة ومتبيزة بالنسبة للعلاقات مع الصين اللي بنشوف فيها انتعاش وحيوية من وقت للتاني بيتم تعززها بيتم الارتقاء بيها في مجالات مختلفة العلاقات ما بين مصر والصين قوية ووثيقة في ظل تعاون ثنائي كبير ما بين البلدين في ملفات على المستوى الاقتصادي والسياسي وكذلك الثقافي نتابع هذه العلاقات مع حضراتكم ونقرأ أيضا الموقف المصري المهم في ملف جائحة كورونا والمسندة المصرية ده غير التعاون اللي تم طبعا وشفناه في الفترة الدقيقة اللي مر بيها العالم ومرت بيها طبعا الصين خلينا نشوف التقرير ونرجع ونقرب أكتر الصورة مع حضراتكم 65 عاما من المجد هي عمر العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية والتي انطلقت رسميا في 30 من مايو عام 1956 وقد لعبت العلاقات بين البلدين دورا محوريا في تنمية العلاقات الصينية مع الدول العربية والإفريقية وفتحت البابا للصين لدخول هاتين المنطقتين كشركاء في صنع المستقبل وقد ازدادت العلاقات بين البلدين كوة ومتانة في ظل القيادتين تؤمنان بالمصير المشترك فقد ارتقى الزعيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي والصيني شي جين بينج بالعلاقات بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات وظهرت الشراكة المتينة بين البلدين الشقيقين في الكفاح ضد فيروس كورونا المستجد حيث دعم الجانبين بعضهم البعض أصولا إلى إنتاج لقاح كورونا في مصر بالاشتراك مع شركة سينوفاك الصينية كما تنضي الشراكة قدما في تنفيذ مشاريع مستقبلية مهمة في مصر مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ووسائل النقل والمدن الذكية وعلوم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها فالصين تقترب يوما بعد يوم من قلوب المصريين الذين زاد فهمهم للثقافة الصينية ومعرفتهم بها بشكل يتواكب مع العلاقات المتميزة على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي وربط قوي بين الحضرتين المصرية والصينية